مع مرور أكثر من 48 ساعة على تفريغ آخر شاحنة لسوكلين في مكاب مطمر النعمة كان لابد من استطلاع أحوال المطمر كمشارع الذي اختلف من حي إلى آخر لكنه حتى الساعة لا يزال مضبوطا إلى حد كبير أما أمام المطمر فضبط النفس صامد فهؤلاء الذين اعتصموا يوم الجمعة بقوا حتى الآن في خيامهم متخوفين من أي محاولة لإفراغ حمولة جديدة في المطمر أي قرار سياسي بديو عارض قرار الأهالي رح تكون عوق بواقيمة لا زعيم بيحمله ولا الحكومة بتحمله نحن بقين هون مش محركين من هون لحد إقفال هذا المطمر نهائيا نحن مصدر السلطات ونحن جبنا السياسيين والزعمة وعطيناهم السئة بس هن ساءوا استثمار هيد السئة فمن وضي نداء لهول السياسيين لإعادة هالسئة من خلال أخذ مبادرة تجاه المطمر وإقفاله نهائيا قرار اتخذ المطمر سكر الحكومي المسؤولين إذا بيتحملوا عواقب دخول شاحنة واحدة لجوة إذا بيتحملوا هذا الدم يتفضلوا مش تهديد ولكن نحن انتلينا انحقلنا ولبسيني إذا حشرته بالزيو بتفزع وجهك فكم بالحالي رجال ونساء من الشحار وجوار المكب ما يتحدونه كفا خلاص المطمر سكر وزير البيئة من جهته أشار إلى أن المناقصات ستحصل في الأيام المقبلة بالنسبة إلى منطقة بيروت موضحا أنه في حال لم يتقدم أحد سيحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب طارحا الحل الحالي الذي سيعمل به في الأشهر المقبلة وصلنا لصيغة موقتة طبعا أنه نحن هلأ اليوم عم نكنس وعم نجمع وعم نعالج وعم نلم وعم نتفاهم مع الناس أنه المطامر الموجودة بدنا نطمر فيها بالنسب معينة اللي تأدي إلى تسيير هذه العملية بشكل مريح اللي هي مرحلة الأسبوعين أو ثلاثة اللي نحن مقدمين عليه من أجل ماذا؟ من أجل أي معالجة هم هذه الأسبوعين؟ سيكون هنا معالجة من خلال إرسال هذه العوادم والنفايات بعد معالجتها إلى المطامر الموجودة المتوفرة بالمناطق اللبنانية والمستعملة نحن أي مطامر حسب قدراته بنقدر نزيد عليه 10 أو 15% ويمكن 20% أحيانا لحتى نقدر نتجاوز هالمرحلة نحن اليوم أجرينا مناقصات جديدة لمعالجة النفايات في لبنان وهذا بدأ يؤدي إلى وجود نظام جديد هذا النظام الجديد حتى يترسخ هلأ ونختار من المتعهدين بكل شفافية وبالأسعار الأدنى ساعتها بدأت تقوم هذه الشركات باتخاذ كل التدابير تبعها لتأخذ وقت هون حسب الدفتر الشروط ومجلس النماء والإعمار هناك ستة أشهر تحضير هلأ في البعض منهم بيقدر يعمل بأقل وقت كمان بيقدر يبلش من لحظة اللبكون جاهزة أيام وتتكشف تطورات هذا الملاف إما أن تفح رائحة القمامة وإما رائحة الحال رشال كرم قناة الجديد